صحة ومعلومة صحة ومعلومة كل اختياري سوف نستفدي منه فعلياً من المكونات ومن الأشياء التي يحتوي عليها نعطي لدينا كل هذه موسمية في توقف وقت معين ولم ننقذ الموقع لها على طول السنة لا نستطيع التحدث عنها ولكن قبل أن نريد ذكروا أهم الأشياء لأنه يتعلقوا عليها كل مستمعات واكيد الناس اللي كيشاهدوا اللايف ايضا. مرحبا. اتفضل. اذا فيما يخص اطلاح واحدة واحدة امور مهمة جدا اللي خصنا كذلك ننكره بها. وهو اننا قلنا غني بالليكوبين. والما كان قلو غني بالليكوبين فهو من المجموعات البيتا كاروتين. وهذا البيتا كاروتين كالابو دور مهم جدا في ازالات قاعدوا كل مواد مؤكسة ده اللي كينا عندنا في فتاك دينا. وشكونا اكبر دليل لهذا. وان الانسان المكي كتر من الاكل ديال يعني البلح. هاد اللي كوبين. لما يدخلوه ويديرو مفعول ديالهم ديال ازالة ديال المواد المؤكسة ده. اول واحد اللي كيبشر بالخير ديال هاد اللح وهو الجلد ديالنا. كتشوف النس اللي كيكتروا من الاكل ديال باللح. البشرات ديالهم كتصفى. لالي شي حيته. انه هو اللي صفى وانما حيت فيه مكونات. اللي ينفع شدات. مفوض الضوARE اول انا تعظم بنا تسيد باشياء المؤكسدة الي كانت بالبشرات ديالنا اذن اه هاد من PCR الكبرى اللي كينا في. دلح اللي كان و estado كيد كذلك المسألة الهدن dontonrكت ن اللي كان عرفة ديال الي لكن كينا عندنا في SANDIت alimentا. تبين بانه الدلح من خلال مضادة الاكسادة اوùng من خلال معضادة الاتهابات اللي كان فيه كييخرجوا هادوك المواد السامة من الجسم ديالنا. و clase جرد ما تخرج المادة السامة وكما قلت دائما الجسم دائما يظهر أنه لا يجعل المواد السامة تكون on contact مع الأنسجة الحقيقة لدخلت on contact مع الأنسجة فقدر تعطيني تدمير لهذه الأخيرة وبالتالي كما لا يجعل on contact مع الأنسجة يغلبها سبحان الله بالدهون ويضع طريق الساعة بالنسبة للرجال في البطنة لهم وبالنسبة للنساء في الأردف لكن ما كنا كل أنا أدلاح كي يهز ذلك المواد السامة ويحاول أن تخلص منها ويخرجها عبر المخارج الأربعة وبالتالي لما تخرج السموم طبيعة الحال كانت تبعها الدهون اللي كانت ملفة بها وبالتالي كنقولوا بأن الدلاح ينقص من الدهون وبالتالي كنقص من الوزن للإنسان نعم غير باش نكونوا واضحين عاوديني كنقولوا السموم وغيرها نحن كنعرفوا أن الدات دينا ربما كندخلوا لها بزفت الأمور اللي كتكون شي حاجات اللي ربما كتتتقل أو لا كتمشي أو لا كتعطينا وزن زائد أو لا كتعطينا دهون أو لا شحوم ثلاثية أو لا غيرها من الأمور هنا هذا اللي كتقصد به أنت مثلا بما يسمى عندك بالسموم يعني أن المسألة أن الدات فيها شي حاجة اللي ربما متقلع لها باش غير المستمع الكريم يفهم كيف تحنا باش نمشي دائما في الصورة الواضحة قلتي أن دلاح من الأشياء اللي ربما كتقدر تسهل أولا كتنقي الدات لأنهم مدير البول أو غيرها من الأمور نعم نعم في نوقاتها اللي كتكون هات السموم كتخرج طبق الحال كيساهم في الإخراج ديلها بزيادة في إدرار البول وذلك كل إنسان اللي يخد اللحك يحس براثه بأنه كل مرة كيخرج شرف اللي قدركم اللي يطولد باش أنه يتخلص من ذلك الزائد من السموم وبالتالي عن طريق إخراجه عن طريق البول وتبين بأنه كيلعب دور مهم جدا في الموازنة ديال الأيونات اللي كلينة على المستوى ديال الدم لما كيشرب لما كياخد الإنسان بزاف ديال يعني البطيخ أو الكوار البطيخ الأحمر أو ديالتلاح كياخد بوكو ديالبوتاسيوم لما كياخد البوتاسيوم كيوليدك توازن المستوى ديال الخالية المكان دياله ولما كيرجع المكان دياله هادوك الكورية الحمراء كتاخد توازن ديالها من ناحية سوديوم بوتاسيوم وبالتالي كتولي عندنا الكورية الحمراء كتاخد الحجم ديالها الحقيقي وكتاخد المستوى ديالها في النقل ديال الأكسجين وفي النقل ديال العناصر المغدية بشكل طبيعي ديالها وبالتالي كيوليد الإنسان بمجرد في الأيام ديال الصيف كيحسب رأسه كيلقاه واحد النشاط واحد الحيوية والما كتجي كتقلب كتلقاه كي ياخد هاد فواكه ومن هاد فاكهة ديال الدلح ثم كذلك كي لعب دور ديال أنه تبين خلال الإبحاث على أساس أنه البلح كي لعب دور أنه كيستابيليزي ما يسمى ب أو ضغط الدم كي قادلنا ضغط الدم كي قادلنا ضغط الدم كي قادلنا ضغط الدم بأنه يبقي يأخذها على شكل فبحل علاجية تقديم توازنه اللي كتنفسها ديالنصا وعند هالفهم العلمي ديالها وهو أن الله ديالنا غاني بالأحماض العضوية اللي كتلقى عبدونه في أنها كتتخرج بدون السموم اللي كناه على المستوى ديال الأوريده والشرين وخاصة على المستوى ديال الأوريده ولما كتكون الخروج ديال هاد المواد على المستوى ديال الأوريده كتنفس الأوريدات وكتنفس كذلك الشرين دينا وكيولي الجسم دينا تخالي من ديك السموم لأن شنو يالا تنسيون وشنو يالا تنسيون الهيبرتنسيون هو أنه هناك احتقان ليجاي من التركيز العالي ديال السموم على المستوى ديال الدورة الدموية وليكت أطر على الضغط الدموي ديال الدات إيما يطلع ولا كينزل وعندما يكون النسبة للسموم طالعة أوتوماتيك موغ يحبس الدم ويحبس الماء فيه وعندما يحبس الماء يحبس الماء يحبس الماء وهنا بما أنه يلعب بدور ديال أنه يساهم في إخلاء الأوريدة والشرايين من السموم طبيعا الحال عندما يخرج مع هذا الماء وكتنفسها 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 ترجع بشوية بشوية ولكن للمطالبة أخرى هنا يوجد الناس الذين لديهم الهيبرتنسيون لا يأخذون منه بكترة لأنه يأخذونه بكترة هذا العملية للإخراج ستكون قوية ويبقى يحسب بطانين ديال الأدن ويقدر يجيهم شيء يعني يودي عندهم تعرق كبير وتقدر يجيهم شيء صغفة وبالتالي الناس الذين لديهم الهيبرتنسيون دائما يبدو تهما بالتدروج بحالي لا نريد أن نخرجه ذلك لكمل هائل السموم الذي كان لدينا في ذات ديالنا نخرجه ولكنه بحكمة يعني إيسا لابع نقيد ذات دياله حلو ما يستطيع سموم؟ لا أعرف أن نقيد ذات دياله نعم نعم نحن كنا نقيد ذات دياله نقوله كان نقيد من لوسخ اللي غير مرغوب فيها في الدات ديالنا ممتاز وباش نبسطول من فهم أولى العملية كنقوله دكس المملكين على النفذ ديالنا أي عنصر غدائي لا يغدي فهو بالنسبة مع مادة غريبة يعني ما أعطاش الوظيفة ديال وأولى الفعالية ديال ممتاز مازال رجع معك دائما البروفيسور محمد أحسين اللي انت أخي صائف في التغذية أيضا وأكيد مرحبا بالأسئلة لكل مستمعات من خلال غلايف ليكي يشاهدوا على الشهادة صحة ومعلومة دائما رفقة البروفيسور محمد أحسين اللي وأخي صائف تغذية أيضا مازال كانت تكلموا دائما على أدلاح شنو الأمور دائما لمازال خاصنا نتكلموا لها شفنا أنه كينقيدات الجادة وكيف كان قلو كينفسها هذا هو المعنى اللي انت رصدتها بروفيسور فشنو شوفوا آخر دائما في هذه النقطة هذي ما بالأشياء الأخرى اللي كان هو هو أنه يعطيني لم من خلال الحمورية اللي كان فيه من الدخل ولا من خلال القشر اللي كان فيه من الدخل أما على برا هذو كل مكي يعطوني واحد المادة اللي هي مضادة للأكسادة مهمة جدا بسميتها لسيترولين ولما كنت تحول كنت تحول كنت تعطيني واحد مستوى عالي ديال الاستيدين وديال الأغجينين وهذا الاستيدين والأغجينين أشنو كيلعبون الدور هذو مواد مكونات كينين في الدلح أو لا أفكية الدلح فقط أو كينين في بزاف ديال فواكه لا كنت في مواد أخرى بما أننا الحمد لله نحن في موصن الدلح كنقولوا أشنو هي الأمور صح 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 وشنو الدور ديالها في الجسم ديالنا إذا بما أننا كينا لسيترولين وبنسبة وبتركيز عالي كنقول هذي فرصة باش أننا نستفدو من 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 فوائد ديال هذو المضاد الأكسادة اللي من بعد تالي كي يعطيني أنا الاستيدين ويعطيني الأغجينين وهذي الاستيدين والأغجينين شنو الدور ديالهم وأنهم كيوسعوا للسعة أو يعني داك الداخل ديال الأوردة والشارين لما كتكون عندي واسعة بمعنى أن داك الشي اللي كيكون فيها الداخل كيتحرك بسرعة وخاصة الدورة الدموية ولا تحركت الدورة الدموية بسرعة شنو كيولي أولات السعة ديال داك الأوردة والشارين أولات كبيرة كيولي هذوك المضادات اللي تهابت كيتساروا بسرعتهم أولاد الأوردة والشارين على المستوى دي الأوريد والشرير. وبالتالي كتشوف بأن المستوى دي harina الكوليستيرول والمستوى دي الدهن الثلاثية والمستوى دي هذو المواد الدهنية اللي كانت بالأمس كتشكل خطورة. الآن والتي كتنسحب وكتنشي بسلام إلى الخارج. لماذا؟ وثاني باش ما يتفهمش على أساس أنه الاحتي على الاحتي. صح. هادي النقطة اللي كتنسكلماكي. هذه الاحتي لا كيتاوش. بل الاحتي يعطيني مواد عناصر اللي غت تقنبوح الفعول جد إيجابي في الجسم دي الإنسان واللي منهم لغجينين والاستيدين اللي غتوسع ليه ثم هذك المضادات الالتهابات اللي كنا فيها كتساعد لأساس أنك يكون هناك ترميم إلى كل الالتهابات اللي كنا في الجدار وإعادة البناء دي كل التخريبات اللي كنا في المستوى للجدار دي أوريدا وشاريني وبالتالي إحنا لما كيسمع الإنسان الكوليستيرول عندي في الدم أشن هو الكوليستيرول وهو أن هناك طالب دي الجسم إلى الإنقاذ لأن هناك التهابات على المستوى دي الجدار وكل ما كان عندي الكوليستيرول طائع كان طالعك نقول إذن عندي أنا التهابات على المستوى دي الجدار دي الأوريدة والشارين نشوف ده ما كيفاش نحيدهم وما بالأشياء اللي تعاوني على التحية ديالهم وهو أنه كنكون طبيعي الحال عن تحت الإشراف والاستشارة ديال الطبيب ديالي يعطيني مواد يعني علاجات في هذا المجال هذا ولكن تنقله دائما مع الأدوية كيكون هناك مواكبة غدائية اللي كتساهم في تسريع العملية تحسين الجودة ديال العمل ديالذيك الأدوية اللي خديت مع الطبيب لذا لما كنكون وجبة غدائية مفهوم المكونات ديالها وكنناخد وصفة طبية اللي تعطت لي من قبل الطبيب كانوا ليك يكون عندي أضرب عصوريني بحجارة وحيدة دائما للمختصين أو للأطيبة في العلاجات ديالهم خاصك تاخدت التغذية تكون متوازنة من إما تيقول لك خاصك تتبع مع مختصف التغذية باش أنك تاخد تغذية اللي ربما ما تقللش من الفعالية ديالذيك الدواء أو لربما ما تكونش تكون صعبة في الامتصاص أو شي غيرها من الأمور هنا الدلح باش ندائما بسطو لكل مستمعين ومستمعاتي لنا أيضا المعلومة أكتر بنيتان تكلموا على الدلح وكنتكلموا أنه عنده بزاف ديالفوائد وبزاف ديالأشياء ما تكلمناش حد الحلقات كلها واش كين عنده أدرار رولالا حتي حنا كنقولها في المثال كينقول كده زاد الشيء يعني حدين قلبة إلى ضده يعني كين بزاف الناس ربما اللي كي يخدوا الدلح بكمية كتيرة كنا كنشوفوا فاش كان الرمضان وكان الجو حار كانوا بزاف الناس في مدن هنا من المغرب كانوا كيف يفتحوا الفطر ديالهم أو لا كيفطروا بالدلح لأنه كي يحطوا كي براد وكي يكون في كمية كبيرة من الماء كين ناس اللي حاليا الآن سيقول لك لأنا تغيب دلح يعني هكا واش نقدروا ناخدوكا واجبة بوحديتا بلا ما ناخدو معاشي حاجات خرين واش هو كافي بالنسبة لدات ديالنا حتي كنعرفو كين بزاف المواد اللي خاصة تجمع باش أنك تعتك أو تلبي الحاجات ديك من كل الأمور من المعادن بروتينات وغيرها من الحاجات اللي كتحتاجها لجسم ديالنا تفضل هو بالنسبة للدلح كما قلت هو الغني وحدي من جموعة ديالأمور منها ديك المونوساكاريد والزوليغوساكاريد والبوليساكاريد هذو سكرية بسيطات صعيبات تنائية وليس مثل المعقدة دياله هذ السكرية هذو لما كي كل إنسان عنده لغاز بزاف الكرش دياله ولمكي كل إنسان عنده الميكروبات الغير نافعة في الكرش دياله هذ السكرية كتساهم في الزيادة في النمو دياله هذ السكرية يفضل اللي عندهم مشكل ديال قولون مشكل ديالالتهابات في القولون ومشكل انهم إيلاك له هذ النوع ديالالاللالا كم كبير يقدر يخلق لهم مشكل والناس اللي عندهم مثلا مشاكل ديالكما كي يقولو التطور قولول العصابي الناس اللي عندهم هذ النوع من الوقت يقللوا من الأكل دياله ماشي حيث اللي حيث يأثر عليهم وإنما حيث هو يحمقوا عليه دوك الميكروبات اللي كانوا عندنا في الجهاز الهضمي وغير يساعدهم على النمو بشكل كبير وكبير جداً ما يأخذوا شقاء أو يأخذوا كمية قليلة هذا غير حيث يأخذ واحد سنوة أو سنين فات بارك عليه لأننا كنا أعطينا المرأة يأخذ مخصوص غير يقدر الإنسان يمجي حتى الكيلو ونص لا يوجد مشكلة هذا لدات دياله لا يوجد مشكلة هذو الناس اللي عندهم عاديين ورياضيين ومهذا بار كونتر إلا كان شي واحد عنده هذ المشكلة هذا أنا قلت غادي قدر عوض ميمشي يدخل له الدورة الدموية تستفد منه ديال الميكروبات ولا استفدت غايت تولد عليه بشكل كبير ولا كبيرت عليه بشكل كبير غايت أعطيني لإغيطاتيون أفانطاجي في داك المكان وبالتالي هذ النوع ديالناس ما يأكلوش الكامل الكثير من دلح إضافة إلى ذلك ناس اللي عندهم السكاري ناس اللي عندهم السكاري كان واحد القاعدة عاو تاني أنه إحنا يعني بلا من هذا نخبيو على إحنا كنا كنا نشد الخبز ودلح كنا ندوزوا دلح بالخبز هذا الأمر ما زال الآن كاين ما زال كنتمشي للكنا غنهار لحد مشيت واحدة منطقة في النواحي ديالقنطرة كلقى ناس شادين طرف ديالخبز وكي يأكل معاه اسمتهم دلح ما كانش مشكلة ولكنني بالنسبة للناس العاديين أما إلا كان عندك السكاري لا يجوز نهائيا أنا كتخلط هذه الكمنيات وأصلا دلح حاجة المادة اللي هي حلوة بزافة على الناس اللي عندهم السكاري صح هذه حلوة رقم واحد زياد على الخبز مع مع اسمتهم فالخبز إلا أخذي تستين قراب ديال الخبز رب حالي لك لتي تسعود ديال معارق صغر ديال ديال شكار فإلا أخذي تسعود ديال الخبز واستعليهم مثلا السكرية ديال 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 بلح النتجة غتكون عكسية على دوك الناس بتاكلك يعانيوا من داء السكاري ولا يعنيوش بضغوطة ولا إلا بغيتي تاخد ولا عزيز عليك بلح إلا بغيتي تاخده خده بدون ما يكون معاه أي مادة اللي فيها النشاويات خده بوحده وبعد النشاويات بوحدة بوحدة سوية عاد كلهم وبكمية هي منصح بها من خصص من طرف المختص في التغذية بنسبة الناس اللي عندهم السكارية يعني خاصهم يعرفوا الكمية اللي منصح بها يعني حس كان عارفوا بعد ما سكيعتهم بعد فواكي اللي قدروا ياخدوها وكيبعدوهم على أشياء أخرى على ما كيتتضبط لهم مستوى السكاري في الدم دونك هنا يمجمعوش ما بين دلح وما بين الخبز هادو الناس اللي عندهم سكار والناس اللي عادين ما عليش ما كيزيدوش كمية سكار ولا هادو هادو كحسين الناس اللي عادين اللي نطلب وأنه يكون ما بين اللي وجبار والوجبار بعد سوايا نعم إلا كانوا كيحترموا غاز يخليوا اسمتو الجهاز الهضمية ديالهم والمكوينة الأخرى الجسم ديالهم تخدم بشيء معقلان أما يبقين كنديروا الطعام فوق الطعام روخي كل إنسان صحيح روقدر يعرف درسو إلى المشاكل فدكشي كنديروا دائما نصيحة ديالنا هو أننا نكا نوسعوا داك المدة الزمانية ما بين الوجبة والوجبة وهكا نكونوا كلين الوجبة ديالنا بدون ما يكون لها تأثير سلبيع للأخي ديالنا يكون عكسي على الدات ديالنا اللي حنا كنبغون مواد غدائية أنا نستفدو منها هنا الاستفادة قلتي أنها كتعطي بزاف ديال ديال الحاجات الدات ديالنا وغيرها من الأمور هنا ما زال أشنو الأمور الأخرى اللي تقدر أنها تفيد شخص الشيق الجمالي الدلح تأوكي أعطي واحد نظرة البشراء وغيرها من الأمور أشنو الحاجة اللي خاص الإنسان ما زال يرد لها البال بنسبة بالأكل ديال الدلح كذلك يعني لما كي ياخد الإنسان الدلح غي ياخد هذيك المادة ديال دائما كنعودها يلا سيدخيلين ولسيدخيلين هذي كتلعب دور ديال أنك توسع الأوريدة والشرايين وكتخلي المجرى ديال الدم يكون كبير ولما كيكون المجرى ديال الدم كيوصل كيولي كبير كتولي الإمكان ديال تدفق الدم كتولي سريعة بدون حواجز يعني أن لذيك الشرايين ولا الأوريدة كترجع الحجم ديالها يعني ما كتكون تشي حاجة فيها لكتضيق أو لكتضيق من غير بشوحوم أو لشي حاجة وهذا كيخلي تم يوصل إلى كل مناطق ديال الجزم وخاصة في المناطق البعيدة جدا ولمكة تكلموا عن المناطق البعيدة جدا كتوصل حتى لأجهزة التنسلية ديال الرجل وديال المرأة وبالتالي كيلعب دور ديال أنه كيقوي القوة الجنسية لدى الرجل وكيقوي القوة الجنسية لدى المرأة وشكون وإلى درجة أن في دابل أن ليزالمون ولكي هدروا على أساس أن دلاح ولا لكيفانون ديال فياقرا ناتورل نعم غير باش نوضحوا مسألة باش الناس عودتاني اللي عندهم مشاكل ربما مايمشوش بد بلاد اللهجة مايمشوش نزلو نزلو واحدة على دلاح يعني أنا الإنسان مشي يخد دلاحجوش دلاحات دائما خاصة نهضروا على الكمية والكيفية لأنك نعرفوا أن المواد الغدائية خاصة يستفد تستفد من هدات على كل المستويات نشوفوا الكمية والكيفية أيضا هو الإنسان لما يكون عنده العطب في الجسم ديله أولا يجبه تصحيح العطب قبل أن يفكر في يعني وجود الحلول يعني خاصة يشوف تشخص صحيح مايمكنش واحد مسكين عنده طرقان كلها غير ميسرة وكان فيها احتقانات وكان 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 ويقول لك والدير غادي نمشي ناخد لحو غير يعطيني هذا الفعل هذا لا كان دائما أنني كان مشي بالواجبات الغدائية وكان احتر من المدة الزمانية ما بين الوجبة والوجبة وكان أعطي للرأسي شوية الرحة عن طريق الناس وكان أعطي للرأسي شوية ديال تسريع من الإزالة ديال السموم عن طريق الرياضة فالرياضة والراحة والحمام والحمام البارد والتغذية المتوازنة الغنية بالأملاح والأملاح المدينية والفيتامينات مضادة الأكسادة ومضادة الانتهابات والميكرو نتخيمة والباقية لما كتكون الداتي ديالي كتستفد من هاد الأمور هدي يستحيل أن الجسم غير بقى مازال كيعاني من اللوحكات الصحية دائماً رفقة للبروفيسور محمد أحسين هو متخصص في التغذية بروفيسور مرحبا أهلاً وسهلاً أهلاً بيكم مرحبا مازالك نتكلف دائماً لفكات مازالك نشوف هذا بمعك الكمية والكيفية لأن كل واحد فينا الكمية الكي ياخد كل مرة نعود أن نذكره به وكل مرة نعطيه إضافة اللي هي جديدة تكلمت لك فاش تكلمتي على ربما للخصوبة وعلى القدرة الجنسية ولا بزاو ديال الحويجات في التغذية التي تكون وحاجة لها طبيعية أيضاً لدات ديال الإنسان فتكلمنا على مسألة ديال أن الإنسان ما يجيش يقول أنني غناخد هاد المادة الغدائية فاكهة كانت أو خضر أو حاجة صحيح مزيان في الصحة ديالي فادع تكلمتي قلت لك أن كل حاجة تتخذ بتوازن وأكيد الإنسان يبحث في الدات دياله ويشخص يشوف طبيب ويعرفوش بعد الجسم دياله ما فيتش حاجة عاديك ساعت كمشول تغذية وغيرها من الأمور هنا قلت لك إذا تتخذت شي حاجة ربما بقية سليمة هوش قلت لنا تكون عندنا نتائج أكسية إذا الإنسان كان في الدات دياله معارش بلير عنده أمراض مائينة أو لا غير هم الأشياء تفضل أي حاجة قلت إذا زاد الشد شيء على حد إذا قلب إلا أولا وتانيا بعد مرة تكون الفاكهة جد ممتازة وجد مفيدة لجسم الإنسان ولكن الوسط ديالجسم ديالإنسان كيكون غير مهيئ وبالتالي نقدر واحد نهار نأكل كما تكلمين عليها من بعد نأكل تلح وتجيني ديالج لا ديالج ليس تلح التي كان سببها وإنما الظروف الغير ملائمة التي كانت في الجسم الإنسان كانت سبب في ظهور هذه الديالج مثلا أعطينا بالنسبة للناس التي لديهم المشاكة الإيريطابل ما قلنا يكون بعض المرات أو لا كولوباتي فونكسيوني ما قلنا يكون لدينا ميكروبات على مستوى النهائي المسران الرقيق يكون غير مرغوب فيها ميكروبات ماشية لدينا ميكروبات التي دخلت من جهة أخرى وقد أعطيت لها دلح هذه ميكروبات تنتعش بهذا الدلح وبالتالي عندما تنتعش تنتج لها ميكروبات ميتابوليت تنتج لها مواد السامة وهذه المواد السامة هي ديالج ومشاكت لها الدياري وشنو كنمشي كنمسح الغلطات ديالي فاناني راه الدلح ولي كنسبب بالصح نيت بزاف الناس يخذوا الدلح يقول لك خذت الدلح ربما ما كانش برداء أو ربما ما خصلتش مزيان أو لشي حاجة ودرت لي الإسال أو لكليسة بكميات والغالي كان سبعون نسكي وكليسة بكميات حسنين لأن الجسم لي لن يكون هناك زيادة في مواد غير مرغوب فيها يرياج اوتوماتيكم لكي يرمي الفائد السموم عبر طرق المعتدى له ألا وهي الديري لما كان نشوف الديري كان لدي جوج بالأسباب السببب الأول هو أن الدلح هي برصة جبت معها ميكروباس إما كانت مشقوق إما في القتال الميكروباس يأتي من الخارج إما بفعلي غير مقصود هذا سنيد مسكين لأن يطلق لأحد يديه هذا وإنما المام الدهلي يجب لا يجب المام الدهلي يجب لا يجب سبب سبب ولكن النتيجة هو أن أخذت الميكروباس أو أخذت الميكروباس والاكسيد العالية وهذه الميكروباس لم أكن أخذت عليها ولكن نحن أخذ الدلح من البائع والطريقة غسل غسل أو ميكروباس غدت ميكروباس المملكة ميكروبية والطريقة ويجب المياه أخذ أن الميكروب يجب ميكروبا يجب المملكة ويجب ميكروب من الخارج ودخلت عندي البد لي لقى الظروف ملائمة دكت راكم اعطاني سموم رياج الجسم لي بطريقة او باخرى واعطاني التهاب اعطاني اسمته الاسهاب كذلك تكون عندي ميكروبات انا الداخل ديالي وفي ظروف غير يعني انا غير راضي عليها وما كانش خصاة تكون عندي وزد من بعد ذلك وكلتها اشياء اللي هي كتحمق عليها واشياء اللي هي ممكن تكبر عليها بواحدة سرعة كبيرة كبيرة جدا اعطاني فهذه الحالة إلا كانوا عندي ميكروبات وجدت لها الحلوات ديال مثلا ديالت اللح فهي غدت تكاتر وهذا ما غدت تكاتر غدت تعطي لي ده ميتابولي سيقوندير هذو كل ميتابولي غالبا ما كيقبلهم شليسم ديالي وكيدير ان رياجشون نيجاتيف هذيك لا رياجشون ماشي ان مشي ان رياجشون نيجاتيف ان رياجشون بوزيتيف برسكل لازمتو ديالي ووسيلة من وسائل تخلص من السموم اللي كان عندي في الدات وكتبيه اللي كشنو كان في الدات صح فهدو هدو امور اللي ممكن اننا ناخدوها بعيد الاعتبار على اساس انه لما نشوف اسهال جاني من بعد الاكد ديالت اللح ندير واحد مجموعة ديال نقاط تفهم واش جاية من برا او لا جاية من الداخل وغالبا ندير واحد كما كيقول واحد سمعة داخلية الى كانت من الداخل ديالي وانشين شوف كيفاش نكوريجيدوك الكولوباتي فونكسيونيل او لا اندي هذا قبض او لا اساس او لا غيره نتقول مشي مشكل مرة جاي غادين غسل ديالي ومرة جاي غادين طرق اللي اختينا قبل ماليجيان وما الى غير ديالي نعم هكدا بروفيسورا نكونو على مكندن كمنا ديالله وهذا وهذا اشتركوا في القناة